هذا مشروع صغير سويته باستخدام الاردوينو الاردوينو عبارة عن جهاز تستطيع انك تركب عليه اجهزة مختلفة وتبرمجها طبعا بشكله يبدو انه معقد لكن في الحقيقة هذا مو معقد ابدا وسهل واخذ مني تقريبا اربع ساعات لفهم الموضوع بالكامل والعمل عليه هذا طبعا يسمونه ستابر موتر ستابر موتر عنده القدرة انه يتحرك يدور بدقة متراهية تستطيع انه تقول له كم الزاوية اللي يتحرك او كم لف يلف ويلف هذا الموتر وايضا طبعا لازم تركبه فيه تشيب وتوصله فانا تعلمت اول شي شريت ستابر موتر لوحده وهذا الستابر موتر حسب ما قال لي صاحب المحل انه من برنتر اوكي انا صراحة ما كنت اعرف هالوائرات هذي بالضبط وين تشبك عندي طبعا خلفية بالكترونيات لكن طريت اروح الانت حتى افهم شلون صايرة من الداخل فهمتها سهلة ما يبالها شي بعدين احتجت اشتري شب اركب عليها هذا فيه لها توصيله معينه والخريطه موجوده على النت اوه هذا اوه هذي هي الخريطه الي انا اعتمدت عليها استخدمت رح تعنت هذا طبعا اوه بيج على الانترنت من صفحه الاردوينو وخليت الخريطه هذي ونفذته اوه اوه يونيبولر ستابر موتر فركبتهم على بعضهم اضفت لهذا على اساس اني اتحكم زيادة اضفت له فوتو ريزيستر الفوتو ريزيستر هذي تقاوم مقاومتها على حسب الضوء هاي طبعا انا حين كلها هذا مجرد تجربة على اساس اتعلم التحكم باستخدام الاردوينو في اشياء خارجية لاني احرك الموتور ما كانت عندي اي خبرة في الموضوع عندي طبعا خبرة تلكترونيات وبرمجة فبرمجت البرنامج كاهوه امامكم هني على الانترنت اعفوا على الاردوينو اديتر او كمفايلر ونزلته على الاردوينو طبعا برنامج جدا بسيط مو صعب ابدا كل يسوي ياخذ من الفوتا رزيستر ياخذ مننا قيمة يوديها على الانالوج انبوت ويدخلها داخل وطبعا في تحويل رقم بسيط وبعدين اطلعها على الستابر موتر شيء جدا بسيط ماهو معقد وتتغير سرعة الستابر موتر بناء على هذا الشيء وطبعا فخلا اشغل حتى نشوف النتيجة الانالوج وطبعا على حسب قوة الاضاءة اللي موجودة على الفوتو رزيستر راح تتغير سرعة خلي شوية بعيد مشكلة انه يتحرك ورح يصدم بالوائرات اوكي انا مو جاهز فالحين لو احط ايديني فوق الفوتو رزيستر تغطى عن الاضاءة فش يصير يتحرك البطة احرك شوية يضيء زيادة يسرع تعال هنا يبطى طبعا اقدر اسوي شغلة ثانية كدت شاري اثنين فوتو رزيستر من هذا من الفوتو رزيستر شاريت اثنين منهم اقدر احط الثانية من بعض واخذ منهم القراءات فاذا تحرك الضوء عليهم اقدر اخلي هذا المؤشر بدل ما يدور خلي يتحرك يعني يمين ويسار يعطيني وين قوة الاضاءة خصصا مثلا الفوتو سيلز للطاقة الشمسية تقدر تخليها تتابع حركة الشمس فهذا عملية بسيطة مدام عرفت الفكرة سهلة العملية اوكي هذي طبعا انا ما كان هدفي هذا هدفي هو شي ثاني سيلف بالانسنغ روبوت مثل هذا هذا عن نت طبعا انا نطلع الحين شي سوي هذا يوتيوب كليب حركة بايخة طبعا هنا بدل ما نزل الكلوب وسويه هنا هذا الي يبه يسوي هنا واني قادر افتح الشاشة بالكامل اوكي هذي الفكرة سيف بالانسنغ ما يطيح على تايرين المفروض يطيح لكني سوي بالانس لنفسه هذا هدفي اني اسوي هذا الشي وبعدين الهدف النهائي اني اسوي هذا هذا الي ودي اسويه بالاخير تران خلي موقف المشروع في النهاية ابي اسوي هذا الشي شي انا اركبها مثل السيقوي الاصلي طبعا بيعون شي مثل هذا بس احب كتسليه طالع الشباب صغار مسوينا مو واحد يلا ان شاء الله انجح